بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبي وسلم تسليم كثيرا اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم إن شاء الله رح يكون الفيديو تبعنا عن الاستغفار حديث والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لو أنكم تذنبون إلى آخر الحديث والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا هذا هو حديثنا لهذا اليوم عن رسول عليه الصلاة والسلام الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فقد أورد المصنف رحمه الله في باب الرجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم رواه مسلم حديث أبي أيوب خالد ابن زيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو لأنكم تذنبون لخلق الله خلقا يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم رواه مسلم هذان الحديثان معناهما واحد وذلك أن الله تبارك وتعالى من أسمائه التواب ومن أسمائه الغفور ومن أسمائه الرحمن والرحيم وما شابه ذلك من الأسماء الحسنى وأسماءه تبارك وتعالى تظهر في أمره كما تظهر أيضا في خلقه فمن مقتدى هذه الأسماء أنه يوجد من يذنب فيغفر له ويوجد من يستغفر فيغفر له ويوجد من يتوب فيتوب عليه الله سبحانه وتعالى فلو لم يوجد من يذنب ولم يوجد من يستغفر ولم يوجد من يتوب فما هو الأثر الذي سيكون لإسمه تبارك وتعالى التواب والغفور والرحمن والرحيم وما شابه ذلك كما أن هذه الأسماء أيضا تقتضي وجود قوم يعاقبون ويؤخذون وأقوام يهلكهم الله تبارك وتعالى فتظهر معاني أسماءه تبارك وتعالى فتظهر معاني الجبار والقوي والظاهر والقدير والقاهر على عباده وما شابه ذلك فاقتضت حكمته تبارك وتعالى أنه يوجد هذا وهذا ويوجد من يعاند ويكابر ويكون محاذا لله تبارك وتعالى وأرسله عليهم صلى الله عليه وسلم فيأخذ فتظهر فيه معاني أسماء الله تبارك وتعالى كالقضير والجبار ونحو ذلك ويوجد آخرون ويقفهم الله سبحانه وتعالى للتوبة والاستغفار فيستغفرون فيغفر لهم فتظهر فيهم آثار الأسماء الأخرى وهكذا إن لم تستغفرون أبدلت مكانكم أقواما يخطئون ثم يخطئون فيستغفرون فيخطئون فيستغفرون فأستغفر لهم فهذا هو النظر الذي ينبغي أن يكون فيه هذا الحديث ونحوه من الأحاديث فهو من أحاديث الرجاء وليس معنى ذلك التشجيع تشجيع الناس من أجل أن يقدموا على معصية الله ويحترم عليها فإنه توجد نصوص أخرى زاجرة وهي مخوفة وفيها الوعيد والشديد ويوجد من الآيات ما فيه الكفاية في هذا المعنى ولكن في هذه الحديث حينما يخاطب بها من يظن من يظن أنه يستطيع أن يصل إلى حالة المثالية كما يقال ومرتبة الكمال التي لا يخطئ معها فإن هذا أمر متعذر نقول له هذا لا يمكن لا بد من وجود تقصير لا بد من وجود إساءة لا بد من وجود ذنب لا يستطيع الإنسان أن يشكر نعمة واحدة من نعم الله سبحانه وتعالى عليه والناس يخطئونه وكل ابن آدم خطاء فالعصمة ليست لأحد ولهذا نسمع في كثير من الأحيان دعاء يقول القائل مثلا اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا تفرقا معصوما هذا اعتداء هذا اعتداء في الدعاء كيف يكون التفرق معصوما هل يمكن للناس أن يعصموا من الخطأ والذنب والإساءة هل يمكن هذا لا هذا لا يمكن فلابد من وقوع الخطأ فهنا في مثل هذا المقام نقول لهذا الإنسان أو لمن يظن أنه سيصل إلى مستوى من النزاهة والظهر والطهر بحيث يكون كالملك لا يقع منه إساءة ولا ذنب ولا خطيئة نقول لا هذه النصوص تدول على أنه لا بد أن يقع ذلك لتظهر معاني أسماء الله الحسنة لكن ليس معنى هذا أن يتعمد الإنسان لساءة ويتعمد الخطأ فهذا عنوى هذا عدوان والواجب على الإنسان أن يلزم حدود الله سبحانه وتعالى وإلا فما معنى التقوى وهي أن يجعل الإنسان بينه وبين عذاب الله وقايا فهذه النصوص أحيانا يتدرر بعض الناس منها هي لا شك أنها علم وأنها خير ولكن من الناس من لا يأخذ ذلك بطريقة صحيحة فينتصر فيتدرر للأسف الشديد يسمع مثل هذه الحديث فتجزئ فتجربته على معصية فتجرؤوه على معصية الله سبحانه وتعالى أما الصحابة أما الصحابة فلم يأخذها بهذه التغريقة فما اجترؤوا فما اجترؤوا بل الذين بشرهم من نبي صلى الله عليه وسلم بأعيائهم بشرهم بالجنة ما اجترؤوا وإنما كانوا في غاية الخوف هذه الأحاديث قيلت لأقوام وأحدهم يريد أن يعتزل النساء والناس والثاني لا يأكل اللحم والثالث يقوم ولا ينام والرابع يصوم ولا يفطر هؤلاء الذين خوطبوا بهذا لأنه لا يمكن للبشر أن أن يصلوا إلى مستوى النزاهة والطهر والتخلي عن كل دنس وخطيئة وذنب لا بد من وقوع التقصير لكن الذي يضره سماع هذا أو يضره سماع العلم للأسف هم من يأخذه بغير ما خذي الصحية فيقول ذلك مجزأا لا يقول ما دامت القضية بهذا الشكل الحمد لله إذن لماذا تخوفوننا ولماذا تذكرون النصوص التي فيها الوعيد والنار والله سبحانه وتعالى قد ذكر هذه أو النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر هذا الحديث فيجتزى فيجترق على معصية الله سبحانه وتعالى وليس هذا هو المراد من إراد هذه النصوص وذلك هذا مثلما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما تخوف على أصحابه من زهرة الدنيا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلككم كما أهلكتكم لما سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل قال له يا رسول الله أو يأتي الخير بالشر سمعت تحذيرا من فتنة الدنيا والمال أو يأتي الخير بالشر فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك أجابه وقال أين السائل ثم قال إن الخير لا يأتي بالشر ولكن مما أتيت الربيع ليقتل حيظا أو ثلم يعني يقارب ويوشك إلا أكله إلا أكلت الخضرة أكلته حتى إذا امتدت خاصرا حتى إذا امتدت خاصر ماها استقبلت الشمس فاجتزت وتلطت وسالت فهذا الحديث وضح المقصود الآن المطر خير المطر خير ويخرج به الربيع لكن توجد بعض البهائم تقبل علي بنهم وشرة فتأكل أكثر من طاقتها حتى ينتفخ بطنها ثم تموت بصيبها حتى تموت بصيبها البشم وهذا معروف في الدواب ينتفع بطنها ينتفخ بطنها حتى إذا استطلق فإنه يستطلق إلا إلى حد أن تموت هذه البهيبة فالخير لا يأتي بالشرل الخير لا يأتي بالشرل أيها السادة إن الخير إن الشر لا يأتي بالخير ولا الخير يأتي بالشرل ولكن من الناس من لا يأخذ الشيء بالطريقة الصحيحة قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أكلة الخضرة يعني أكلة الخضرة طبعا هذا ما فيش فيها لا شر ولا مثل ذلك هذا مثل في البهائم تأكل الشيء الجيد الأخضر ثم تستقبل الشمس وتجتره أو تعيد الذي في الكرش تعيده مرة ثانية ثم بعد ذلك يقال له اجتزاز أي نمرضة ثم بعد ذلك يرجع إلى جوفها فإذا صرفته فعند ذلك تأكل مرة أخرى ثم تشتر أما التي تأكل وتأكل حين يمتل بطنها فهذه تموت ومن الناس من يكون بهذه المثابة يقرأ مثل هذه النصوص ويقول أين أنتم ويشترئوا على معصية معصية الله سبحانه وتعالى يقرأ في بعض الأشياء وتقول له ليتك ما قرأت وليتك ما طلبت العلم وليتك ما عرفت فمثلا تجد هذا الإنسان مر عليه أو تربى منذ نعومة أظفاره على أن يشرب جالسا ويأكل وهو جالس فلما يبدأ يطلب العلم يأتي ويقرأ أثر عليه أن شرب قائما وقال إن أناسا يكره أحدهم أن يشرب وهو قائم وإن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كما رأيتموني فعلت ويقرأ النبي صلى الله عليه وسلم شرب من شيء معلق وهو قائم ويبدأ يقول إذن هذا يجوز ويصير تعمد الشرب فإنما مع النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشربن أحد منكم وهو قائم ولما سؤل عن هذا قال أترضى أن تشرب معك هرلا قال لا قال يشرب معك ما هو شر من ذلك يعني الشيطان وقال للرجل الذي شرب قائما قال قال فيه ويأتي بعض الناس ويسمع الحديث أن النبي شرب قائما ويمحو كل ما تعمله تعلمه في السابق ورباه أبوه عليه فصار العلم يضر ومثلا يقرأ قول الله تعالى الذين الذين يجتربون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم ويقرأ قولا لبعض السلف أن اللمم هم أن يفارق فواحشة المرة أو نحو ذلك يعني قليلا هذا قال به بعض السلف لكنه قول مرجوح قول ضعيف فيقرأ ويقول هذا الذي ترجح عندي فيسول نفسي أن يفارق فحشة ويقول إلا اللمم إن ربك واسع واسع المغفرة إن ربك واسع المغفرة فمن الناس من يضره العلم هذه الطريقة ويقال ليته ما تعلم وليته ما درس وما أكثر هؤلاء في هذه الأيام إن جئت تنكر عليه قضية وقلت له مثلا المعارف حرام أو قلت له الفخد عورة يقول لك تعال كيف تقول هذا الكلام من يقول هذا تعال لو سمحت عفوا من قال لك هذا الكلام أنت لماذا تحمل الناس كلهم على رأيك اعلم أن هناك آراء أخرى هل ما في إلا أنت تقول له طيب العلماء أفتوا بهذا يقول من العلماء الذين أفتوا بهذا تقول أفتى فيه فلان وفلان يقول ما يوجد إلا علماؤك هنا فقط ففلان أفتى بالجواز ما شاء الله ثقافة الفضائيات وهذا نجده عند الكثير من العام يوم صاروا يأخذون العلم من الفقهاء كما يقال صار كثير منهم بأذي الطريقة يجتري ويتفلسف في الأول كان يفعل معصية ويخاف إلا الآن إلا الآن لا الآن يجتري ويتفلسف ويناقش ويجادل كما تقول إحدى النساء تريد أن تقول أنها رجعت إلى الصفر ما أدرى ماذا قالت فهي عبارة بالإنجليزي كنت ما أدري كنت ما أدري إيش والآن تغير قلت ماذا تقول قالوا تقول رجعت إلى الصفر اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله اللهم يا ربي اغفر لنا وارحمنا واتب علينا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وما يتقى بدينه وروعه وما يتقى بعلمه أيضا لا بد من الأمرين هذا والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم كثيرا أرجو من أن يكون هذا الفيديو قد نال إعجابكم أيها السادة الحضور أيها المتابعين الكرام لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة لكي يصلكم منا كل جديد اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم اللهم اجعلنا من المغفورين يوم القيامة وارحمنا برحمتك اللهم اغفر لي ولوالدي والمؤمنين والاستغفار يعني في النهاية أقول أن الاستغفار كما ذكر في صورة نوح ينزل علينا المطر ينزل علينا الغيث ينزل علينا الأموال الكثيرة ينزل علينا الصحة فالاستغفار هو أهم أذكار الإسلام إلى هنا سيدات وسادتي أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه انشروا هذا الفيديو لكي يصل إلى كل الناس وجزاكم الله كل خير كان معكم الإعلام عباد زين من فلسطين السلام عليكم شكرا للمشاهدة